يعد مشروع تجمع العطف بولاية غورغول من أهم المشاريع التنموية والاجتماعية التي تستدف القضاء على التقارير الفوضوي خاصة في المناطق البيئية والرعوية وقد قررت الدولة تشهيد تجمع سكني متكامل في منطقة استراتيجية وقامت بإجاز كافة المرافق الخدمية حيث اكتملت الأشغال في مدرسة عصرية متكاملة ومركز صحي ومجمع إسلامي وسوق ومسلخة فيما دخلت الأشغال مراحل متقدمة في البنايات الإدارية والأملية وتعزيزاً لاهتمام الدولة بتجمع العطف اكتملت الأعمال الفنية للتنقيب على المياه حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من المياه تغطي حاجيات سكان لتتكامل المشآت العمومية والتي كلفت الدولة ما يزيد على 700 مليون أوقية قديمة شاكرين الدولة على اهتمامها وأعطاها الهمية الكبرى لذي المنطقة اللي نقالها منطقة العطف وكبر دريجة لذلك التجمع اللي عدرت لها نختار نقول لهم على أنه في غاية الهمية وهو عنده الشيء ما نختار الناس الدير في فروصها على أنها خرقوا تجمعات ولا نجحوا هذا التجمع لا بد أن ينجح به اللي نجاحه واضح أولا هو على حاجة النهر وثانيا على حاجة الطري وثالثا على حاجة المنطقة اللي هم اللي كانوا ساكنين اللي هي العطف ونختار نقول لهم على أنه الجميع أبدأ يتفهم والناس كاملة فهمتوا والآن قد نقول يكوننا شاكرين الدولة على سرعة تنفيذه والأهمية لعطيته ويثمن سكان القرى المستفيدة من تجمع العطف قرار الحكومة بتجميع القرى وتوفير كافة الخدمات الضرورية ضمن مقربة تستدف الحفاظ على البخزون الرعوي الكبير لمنطقة العطف ومميزاتها البيئية المتنوعة تجمع المليزمات هذا كلفني الله حملني برسالة أولا تشكراتي ذي نقالها الدولة كاملة بالعموم على رأسها السيد الرئيس محمد القزوان على هذا النظام اللي يخلق فيه تجمع اللي زين تجمع هاي وقطعا عنه نتمناه منذ زمن طويل ولا شك أنه ماهو ناجح به اللي نحنا قطعا ذي اللي يخلق فيه تبارك الله ما شاء الله كامل زين ونحنا قطعا عنه عجال عليه هاي اللي أدلهم الدولة هاي من جمع حدات ما وكيف وشي بها حد ما وعاد عرافية اللي جابوا بالدنيا ما تلتفات منه إنسان لابود عراف بلدنيا لزين إلي يل عجالنا الدولة هاي بلدنة لزمان هاتحون وفاو وطاب ودسمنسر وكولج ومهاتر القولاني الكريم هاي كامل عجالنا الدولة هاي اللي تحدي قدروم ولي يالتو حد عراف يالي ساقن فيه أطف ما وبيلده لغرائي ما وبيلده حد الدابي فيه ما وبيلده ديبلوپم هاي كبلده بلده الهيوان يالتو الناس عرفوا حد لابود قرر ولاده يدابيهم يسكن لبلد قدران يسفاد منه لدار الدولة ومن المتظري هن تقوم سلطات الإدارية لولاية جورغول خلال الأسابيع القادمة بتعاون مع قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي بعملية إحصاء الأسر وتوزيع القطاع الأرضية بعد أن توفرت معظم الخدمات في هذا التجمع محمد علي سالك لقناة الموريتانية منطقة العطف ترجمة نانسي قنقر